السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايب لك النهاردة دوة يفيش حد ما نجربوش قبل كده ويعتبر من اهم واشهر المنضادات الحيوية الموجودة في الصدرية وهو الأوجمانتين أراس وهنعرف استقداماته وجرعاته ومين الناس الممنوعة تماما من استعماله وهل هو فعلا بيعرج جرسيمة المعدة ولا ده اي كلام ويليت لو انت لسه اول مرة تترج علينا هتنساش تدعمنا ودو سلايب تم سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل على طول خلينا نعرف الاول ايه هي مكونات الأوجمانتين أراس الأوجمانتين بيحتوي على مادتين هما الأموكسسلن وده مضادة حيوي بيوضي على البكتيريا اللي بتصيب الجسم وبتسبب العدوى تاني حاجة الكلافولينيك أسد وده بيثال اكتميز انهبيتور بيساعد على زيان التأثير المضادة الحيوي على البكتيريا والأوجمانتين أراس بينزل بتلات تركيزات هما 375 ميلي جرام وال625 ميلي جرام والواحد جرام طيب يا دكتور ايه دواعي استعمال الأوجمانتين أراس او بنستخدم الأوجمانتين في ايه اول حاجة بيستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي خصوصا اللي هو الرسبيراتو يعني مثلا ممكن نوصفه في حالات التهاب الشعب الهوائية واللي بتكون زهرة في شكل كوحة جديدة ومستمرة كمان بنوصفه لعلاج التهابات الأزن الوسطى الحادة واللي بتسببه بعض انواع من البكتيريا وغالبا الحالة بتتحسن في خلال يومين او 3 ايام من اجد الأوجمانتين كمان بنوصف الأوجمانتين في بعض التهابات الجلد زي علاج الدمامل والخاريج وعشان تعرف برضو فالدمل او الخراج بيحصل لما بتجمع البكتيريا تحت الجلد وتبدأ تتكاثر فتجمع حواليها خلايا المناعة وبكده يبدأ تكوين الصديد داخل الخراج وخط ذلك اننا بنوصفها للدمامل والخاريج الكبيرة او المستمرة انما الدمامل الصغيرة فدي بتتحسن لوحدها من غير اي علاج كمان بنوصف الأوجمانتين لعلاج التهاب الجيوب الأنفية والأوجمانتين بيكون فعال جدا في علاج البكتيريا المسببة للتهابات الجيوب الأنفية لكن خط بالك انه بيقضي على البكتيريا بس وما لوش اي تأثير في تخفيف اعراض الحساسية كمان بنوصف الأوجمانتين لعلاج التهاب المسالك البولية واحنا اكيد عارفين ان صديد البول بيكون ناتج من عدوى بكتيرية في المسالك البولية بنوصف الأوجمانتين عشان هو بيرتوى على مادة العمومز السلن اللي بتعمل على إيقاف نمو البكتيريا في البول كمان بنوصف الأجمانتين لعلاج التهابات الأسنان واللسة وده لأنه مضاد حيا ويفعال جدا ضد أنواع البكتيريا اللي بتسبب التهابات الأسنان واللسة وكمان بيوصف بعد خلع الدرس وده عشان خلع الدرس ممكن يسمح للبكتيريا الضرة إنها تدخل إلى مجرى الدم وده بيؤدي الإصابة بالعدوى عشان كده بنوصف الأجمانتين للقضاء على البكتيريا ومناء العدوى آخر حاجة إننا بنوصفه لعلاج التهاب اللوازي البكتيري كمان بنوصفه لعلاج التهاب الجدد الانفاوية وبرضه بيوصف بعض العمليات الجراحية للوقاية من انتهابات الكروح بعض العمليات وبكده نكون ذكرنا أهم الاستخدامات الخاصة بالأجمانتين وخلينا نروح للأعراض الجانبية الخاصة بالأجمانتين أو إيه هي أضراره أول حاجة ممكن يسبب الإسهال كمان ممكن يسبب الشعور بالغسان والقيق في بعض الحالات وبرضه ممكن يسبب ألان في المعدة وممكن يسبب الطفح الجندي في حالة وجود حساسية منه وفي ناس حسد بالتعب والإعياء بعد استخدامه وبرضه ممكن يسبب سبرال لون الجلد أو بياض العين لكن دي من الحاجات النادرة شوية خلينا بقى نعرف بقواني استعمال الأجمانتين أو من الناس الممنوعة من استعماله أول حاجة ممنوعة في حالة وجود حساسية تجاه أي مكون من مكونات الدواء كمان ممنوع على الناس اللي بيعانوا من أوراض الكابت أو الكلا وبرضه ممنوع على الناس المصابح بالإنفيكشواص مونونيكليوزيس واللي بسببها نوع من الفيروسات اسمه إبشتان بار فيروس كمان الأجمانتين ممنوع على مرضى القلب لأنه بيأثر على موضل ضربات القلب خلينا بقى نروح لجرعة الأجمانتين الروس الجرعة طبعا بتختلف على حسب السن والوزن وده بيختلف من شخص للتاني لكن في المتعصت الجرعة للأطفال الأكبر من 12 سنة بتكون أورس بتركيز 625 ميلي جرام كل 12 ساعة بعد الأكل أما الكبار فالجرعة بتكون أورس بتركيز 1 جرام كل 12 ساعة بعد الأكل وخد بالك أن الأطفال اللي وزنهم أكبر من 40 كيلو ممكن يستخدموا جرعة الكبار عادي ومدة استخدام الأجمانتين بتختلف على حسب نوع العدوى اللي عنده لكن في المتعصت بيستخدم من خبس إلى 7 أيام وممكن تزيد عن كده كمان في بعض الحالات طيب يا دكتور لو ملايش الأجمانتين هل لي بدايل بنفس المادة الفعالة؟ طبعاً لي بدايل كتيرة أهمها الأجرام لافي موكس فيورام كوندا كلاف أيبيوتك والميجا موكس وأي حاجة بتمشي على الأجمانتين بتمشي عليهم كده نكون عرفنا كل حاجة عن الأجمانتين وخلينا نروح نجاوب على أهم معاشر أسئلة بتكرر كتير عنه أول سؤال هل الأجمانتين ينفع في الحمل جر ضاع الإجابة أن الأجمانتين يعتبر أمان جداً في الحمل والرضاع لكن طبعاً استجدامه بيكون تحت الإشراف الطبي بس ثاني سؤال هل الأجمانتين بغير لون البول؟ الأجمانتين ممكن يسبب بعض الأسار الجانبية بس بتكون قليل إنها تحصل زي البول الداكن الجسين أو القين المستمر الشعور بقلم شديد في المعدة اسفرار العينين أو الجلد لكن لو ظهرت الأسار الجانبية دي فواجب إنك تبلج الطبيب المعالج فوراً ثانت سؤال إزاي نأخذ الأجمانتين في رمضان؟ والإجابة أنه لو الطبيب وصف لك الأجمانتين مرتين يومياً فبتكون الجرعة الأولى بعد الفطار والجرعة التانية بتكون بعد السكور رابع سؤال إمتى نوصف أجمانتين لمرضى السكر؟ الأجمانتين ممكن نوصفه لمرضى السكر لعلاج بعض الحالات زي حالات عدوى القدم السكري الخفيفة والمتوسطة وكمان بنوصفه لعلاج السيرولايتس أو التهاب النسيج الخلوي خامس سؤال هل الأجمانتين بيستخدم لعلاج جرسمة المعدة؟ الأجمانتين بيحتوي على المادة الفعالة أموكسسلن والتي تعتبر من مبضات المكروبات اللي لها تأثير فعال جداً ضد هيليكوباكتر بيلوري أو جرسمة المعدة وخد بالك إننا عشان نعالج جرسمة المعدة بنوصف مجموعة من المبضات الحيوية معان مش بنفس بالوحدة زي مثلاً مادة الكيلاريس روميسن ومادة الميترونيدازول وأنواع تانية كتير أغيرهم على حسب البروتكول المستجرم سادس سؤال هل الأجمانتين بيعلاج البوسير؟ سعب نستخدم المضادات الحيوية زي مادة السيفي بيم وبعض حالات البوسير لعلاج العدوى والالتهابات أما الأجمانتين فيعتبر من المضادات الحيوية اللي جير شاية على استخدامها وليل جداً ما بنصفه في الحالة دي سابع سؤال هل الأجمانتين بيعلاج الاتهاب البروستاتا؟ ممكن نستخدم أجمانتين لعلاج الاتهاب البروستاتا ولكنه ما يتبرش الفرست �رويس في الحالة دي لعكس المضادات الحيوية الشائعة يستخدمها في الحالة دي زي مادة السيبرفروكسسين مثلاً ثمان سؤال هل الأجمانتين بيعلاج البرد والأنفلونزا؟ المضادات الحيوية بتشتغل بس على العدوى اللي بتسببها البكتيريا وملهاش أي تأثير على الفيروسات وبالتالي الأجمانتين ما قالوش اي تأثير على فيروسات البرد والانفلوانزا وطبعا مش هيمنع من طفاقه من نزالات البرد هنا ممكن نوصفه بس في حالة وجود مضاعفات في نزالات البرد ثالث سؤال هل الوجمانتين بيستعمل لعلاق حب الشباب؟ ممكن نوصف المضادات الحيوية لعلاق حب الشباب المتوسط والشديد لكن الوجمانتين ما يعتبرش الفيرست شويس في الحالة دي وعادة بيكون الخيار الاول لعلاق والمضادات الحيوية من عينة التترا سايكلينز زي الدوكسي سايكلين مثلا او المضادات الحيوية من نوع الماكرولويدز زي الازيسروميسين مثلا اخر سؤال هل ممكن وصف الوجمانتين بعد الاجهاض؟ بعد الاجهاض ممكن يوصف الطبيب المعالج للمريضة ادوية عشان تخفف من الالم وبرده ممكن يتم وصف المضادات الحيوية تماما لاصاب العدوى بعد الاجهاض زي الوجمانتين مثلا وبالتالي هو ينفع جدا في الحالات دي كده نكون عرفنا كل حاجة تخص الوجمانتين وجوابنا على اهم عشر اسألها بتتكرر كتير عنه واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي لو عجبك المحتوى اللي بناقدمه واتنساش تعمل شير ليه مع صحابك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وناس تانية تقدر تستفاد منه في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهدو ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة